اتهمت لكم انتم في الهيئة انكم تتخذون مواقف سياسية متشنجة لا تساعد على الانفراج السياسي في العراق طبعا هذه التهمة متكررة دائما وهي طبعا تدل على ان اصحابها وصلوا من الحساسية ومن عدم الرضا بمواقف الهيئة الى ان يتهموها باتهامات عديدة ومنها المواقف المتشددة فما هي المواقف المتشددة الهيئة منذ تأسيسها مواقفها معروفة وهي معلنة وهي انها تعادض الاحتلال وهي قالت لا للاحتلال فهل تقول للاحتلال نعم حتى تكون موقفها خفيفا ومتساهلا ومعتدلا قالت العملية السياسية لا لانها بنيت على الطائفية والمحاصصة وعلى الاخصاء وعلى النسب وما الى ذلك ووصلت بنا الى ما وصلت بنا اليوم قلنا للعملية السياسية لا لا نقول لها نعم لانها جاءت لتقسم العراق وتقسم الشعب العراقي والعراق من تمثلونا من تمثلونا؟ قلنا لا للدستور لان الدستور نص على الامور التي ذكرتها وفي مقدمتها الفدرالية المقسمة لكذا فهذا ما قلناه هل هذا تشدد؟ طالبنا في بداية الامر وفي السنة الاولى بخروج الاحتلال ولو بجدولة وقالوا لنا انتم متشددون وانتم لا واقعيون واليوم الشعب الامريكي هو يطالب بالجدولة بل هناك اجزاء من الشعب الامريكي تطالب بالخروج الفوري لقوات الاحتلال اشتركوا في القناة